هي لحظات ليست كغيرها بالنسبة للنظام الإيراني الذي أسسه الخميني هنا وأمام ضريحه لم يستطع الرئيس الإيراني حسن روحاني إغفال حقيقة مرة بأن البلاد تواجه أصعب أزمة بعد أربعين عاما على تأسيس الخميني للجمهورية الإيرانية مرجعا سبب هذه الأزمة للضغط الأمريكي وليس لما سماه بالنظام الإسلامي أو حكومته التي تواجه اتهامات في البرلمان لمسؤوليتها عن الانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية في البلاد تصريحة تأتي في وقت ينظم العمال وسائق الشاحنات والمزارعون والتجار احتجاجات جراء الصعوبات الاقتصادية وانهيار قيمة العملة الإيرانية واجهتها بالمقابل قوات الباسيج والأمن الإيراني بعنف كبير فضلا عن عمليات الاعتقال والتعذيب الممنهج التي طالت شريحة كبيرة من الطلاب والمعارضين وصلت في كثير من الأحيان إلى عقوبة الإعدام إقليميا لا يبدو أن حال إيران أفضل من داخلها حيث تهدد العقوبات الأمريكية بفقدان الدعم الأوروبي لطهران فأوروبا باتت مقتنعة بالخطر الذي تشكله إيران عن المنطقة لا سيما بما يتعلق ببرنامجها الصاروخي النووي ودعمها للميليشيات العابرة للبلدان في سوريا ولبنان والعراق واليمن والتي أثرت بشكل كبير على الاستقرار في المنطقة ولا يختلف وضع تحالف إيران مع روسيا في سوريا عن وضعها مع الاتحاد الأوروبي حيث أضحت موسكو تنظر إلى طهران كمنافس لها بعد جملة من الامتيازات الاقتصادية والجيوسياسية التي منحها النظام السوري لإيران على حساب روسيا لكن التساؤلات الأبرز حاليا عن إمكانية رضوخ إيران بالفعل للعقوبات الاقتصادية الأمريكية لا سيما أنها أثرت بشكل مباشر على الشعب الإيراني لعلى المسؤولين في النظام المتهمين بالفساد وتضيع ثروات البلاد وهو عكس ما تقوله واشنطن التي لا تبدو جادة في دعم الاحتجاجات الشعبية التي تريد إسقاط النظام وهو ما لا تريده واشنطن حاليا